أسألكم هل نقصف نحن اليمن أم آخرون يقصفونها هل نرسل طائراتنا لقصف اليمن أم طائرات لشحن المساعدات الإنسانية إلى اليمن لابد أن نصل إلى اليقين الذي يشير إلى أن عهد شراء الأمن قد ولى وعهد طصف البلدان لإحلال الأمن قد ولى اليوم يجب أن نتعاون لكي يحل الأمن وإيران تمد يد التعاون وقد دللنا على ذلك عبر أفعالنا لم نقم باجتياح أي من جيراننا بل كنا دوما في مساعدتهم وكنا قوة متينة في وجه التطرف في هذه المنطقة وفي وجه هؤلاء الذين يريدون تشويه صورة الإسلام وهذا أمر بالطبع يهم كل شعوب المنطقة لقد قلناها منذ البداية هؤلاء الذين يعيثون الانشققات الطائفية في العالم الإسلامي بين الشيعة والسنة يساعدون ويتعاونون مع ويخدمون مصلحة هؤلاء الذين يرغبون بتفتيت العالم الإسلامي نحن نواجه تحديات مشتركة تهديدات مشتركة ولابد من أن نعمل معا كي نعالجها حيث نرى أن التطرف هو أولا وآخرا تهديد مواجه ضد جيراننا لقد شهدنا على التفجيرين الإرهابيين التي حصلها مؤخرا في السعودية من جانب داعش خلال الأسبوعين الفائتين وقد نددنا بهما بأكثر الكلمات قصاوة ونرى أن هذه المجموعات لا تعترف بالحدود لا تعترف بأي اعتبارات ولا تفرق بين السنة والشيعة هي مجموعات عازمة على بث عدم الاستقرار في المنطقة برماتها ترجمة نانسي قنقر